أكد الناظق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن عدم قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 يعني غياب الأمن والاستقرار عن المنطقة هذا وأضاف أبوردينة أن المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يستعر الخلاف حول نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إزاء القطاع في مرحلة ما بعد العدوان بالنظر إلى الفشل الذريع في تحقيق الأهداف المعلنة من الحرب من وجهة نظر المجتمع الدولي وباعتراف الداخل الإسرائيلي ذاته الخلاف الذي ابتدعته إسرائيل لا يتعلق فقط بمستقبل قطاع غزة بل بمصير الدولة الفلسطينية المنتظرة كسبيل وحيد لحل الأزمة المركزية في منطقة الشرق الأوسط وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب نتنياهو الذي يخشى غيابه عن أي دور سياسي مستقبلا أضاف أن إسرائيل بحاجة إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن بما يقوض بشكل تام فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كما شدد على أهمية قدرة إسرائيل على رفض الموقف الأمريكي المؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية أما الموقف الأمريكي فقد أعلنت عنه واشنطن في عدة مناسبات آخرها تأكيد المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي أن بلاده وإدارة بايدن لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين مع عدم إعادة احتلال قطاع غزة أوروبا بدورها والتي كانت رعيا رئيسيا لاتفاق أوسلو عام 1993 بشأن ترتيبات الحكم الذاتي للفلسطينيين تؤيد تاريخيا إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعلى الرغم من تأييدها في البداية للعدوان الإسرائيلي إلا أن الضغط الشعبي والأخلاقية الناجمة عن المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أسهم في تغيير الموقف بشكل كامل إلى حد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار لوقف إطلاق النار في غزة والإصراع في إصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بل والتأكيد على دعم عمل محكمة العدل الدولية وأهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المصاري السياسي بحث وزير الدفاع الأمريكية لايد أوستن مع نظيره الإسرائيلية يواف جالنت الأوضاع في الدفة الغربية وفي عدد من المسائل الأمنية الإقليمية ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجانبين بحث خلال اتصال هاتفي تحول إسرائيل إلى عمليات منخفضة الكثافة في قطاع غزة كما شدد أوستن على ضرورة تسريع وطيرة تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة وحماية المدنيين ترجمة نانسي قنقر